أزيد من 14 شاباً وشاباً من المتسيبين للشبكات الجهوية للجمعيات الشبابية على مستوى ولئة إنشيرية يستفيدون من دورة تكوينية منظمة من قبل الشبكات الوطنية للجمعيات الشبابية بالتعاون مع منظمة اليونسف تهدف هذه الدورة إلى تكوين الشباب على أساليب التوعية والتحسيس بأهمية تلقيح الأطفال والصحة الإنجابية في الوسط الريفي أسعدني أن أشرف معكم اليوم على انطلاق هذه الأنشطة حول الدعم المجتمعي والتحسيس في مجال التلقيح وتكوين المكونين على عمل إنعاش المجتمعات والذي يندرج في السياسة العامة المتخذة من طرف حكومتنا الموقرة وذلك في إطار البرنامج العام لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزوان الموجه للشباب يدخل هذا التكوين ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنظمها الشبكة في عدد من الولايات الداخلية بهدف الإسهام في زيادة الإقبال على خدمات الصحة القاعدية مواكبة لجهود السلطات العمومية في هذا المجال يدخل هذا التكوين في مجموعة من الأنشطة التي تنظمها الشبكة الوطنية للجمعيات الشبابية في ولايات الواكشوت وداخلة نوادبو وانشيري بدعم من اليونسيف لصالح شريكها ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وذلك من أجل تكوين مكونين وطنيين لزيادة الإقبال على خدمات الصحة القاعدية وخاصة تلقيح ويندرج هذا التوجه ضمن مواكبة الشبكة لجهود فقامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ القزواني الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطن وجعل الشباب محركا لجهود التنمية رئيس المتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني في ولاية إنشيري رحب بهذه الخطوة التي ستسهم في استفادة سكاني من الخدمات الصحية الموجهة للولاية هذا المجال اللي لا هي تتلقى والتكوين فيه مجال مهم وخاصة نحن في المستوى ينشيري فاصلين فيه بهالي دائما أن تخرجوا الحملات التلقيح على مستوى الولاية دائما يتعثروا بهم المشاكل اللي تنجبر إما من المحاسسين وإما للإدار اللي معنيين به والأمهات والأطفال وتعود دائما ما تجيب النتيجة المطلوبة وهذا حقيقة مهم إلينا إلينا نعود وعندنا عندنا فريق مكون في المجال وموجود وجاهز إلينا نعود والحمد لله قطعنا خطوة القداء تستمر هذه الدورات لمدة يومين يتلقى فيها المشاركون عروضا مكثفة في مجال الانعاشي المجتمعي والتوعية الصحية الحسن دباب قناة الموريتانية مدينة وكجوجة